الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي وجهه بتوفير تمويل والمعدات المطلوبة لإدارة مخلفات المناطق الصناعية بكفاءة عالية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للسقوق السيادية لتبول المشروعات الاستثمارية والتنموية التاسع مساء من القاهرة السابعة بطاقة جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية بشبكة الطرق والمحاول المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة لتتصق وتتناغم مع فلسفة العاصمة التي تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة كما وجه سيد الرئيس خلال اجتماع آخر بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أهل مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات لما لها ممردود إيجابي للحفاظ على ظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من المركبات متعددة لاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك في أطار اهتمام سيادته بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة وبحضور كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة كما تفقد السيد الرئيس نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم والتي تعمل بالغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة خاصة الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع حيث تابع سيادته الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان بطاقة 300 ألف طن يوميا وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموية تمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشتباط وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية أعادة تدوير تلك المخلفات لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد طلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعة ضخمة لسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها موجها سيادته بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو أن يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع في الكون كما تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة لسيما مدينة الخيول العالمية وخديقة الحيوان التي ستضاهي أرقى الحبائق المماثلة على مستوى العالم وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتصق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التي تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري خاصة ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومركز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية والتي ستحقق نقلة نوعية ضخمة في الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف المصري الذين يمثلوا أكثر من نصف تعداد مصر كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية خاصة داخل نطاق القاهرة الكبرى بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها وكذا رفع كفاءة وتوسع الطريق صلاح سالم وتطوير المحاور الرئيسية في منطقتي أين شمس والمرج إلى جانب رفع كفاءة تقطع الطريق الدائري مع الطريق الدائري الإقليمي كما اطلع السيد الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضي غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للسكوك السيادية وفوائد التمويل على هذه الآلية وخلال الاجتماع أيضا استعرض وزير المالية محمد بعيط أهمية إصدار السكوك السيادية في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا مؤكدا أن إصدارات السكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة البرصة المصرية محمد فريد لاستعراد التقرير السنوي للبرصة المصرية العام 2021 والذي جاء تحت عنوان عام إدارة التعافي وخلال الاجتماع استعراد رئيس البرصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021 وكذلك أخرى المستجدات وتطورات التي ترأت على أداء السوق فضلا عن عرض جهود البرصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح دعما لخطة البرصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة أوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية العام 2021 أن قيمة داولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 670 مليار جنيه في عام 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على الأرباح الرأس مالية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وفي بداية اللقاء أشار مدبولي إلى أنه استكمالا للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأس مالية فإن الاجتماع يأتي لاستعراض تلك النقاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن وشهد الاجتماع توافقا من كل الحضور بشأن التعديلات المقترحة على القانون حيث سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بداية من العرض على مجلس الوزراء ثم العرض على البرلمان شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح المقر الجديد لمدرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة وتفقد رئيس الوزراء ومرافقه المقر الجديد الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية في ضوء رؤية وزارة الداخلية للتحديث والتطوير وميكانة العمل تماشيا مع التحول الرقمي وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كما تفقد مدبولي غرفة إدارة الأزمات والمركز الإهلمي وغرفة عمليات نجدة القاهرة وأكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمني الجديد يعزز من قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمني أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حفظ استقرار المجتمع وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علام وثمن مدبولي خلال اللقاء التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء رؤية دار الإفتاء المستقبلية خلال هذه الفترة حيث تقوم على محورين أساسيين هما تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب هذا وقد أكد مفتي الجمهورية على دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمعات ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان وأمين عام المجلس الأعلى للأثار ومسؤولي الجهات المعنية أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته في السابع من نوفمبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابع وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابع أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بسرعة استفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين واستمرار التواصل مع رؤساء التواقف للتأكد من سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية خاصة في ظل تيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية أن الشعب المصري يقدر للبابا مواقفه الوطنية التي تظهر للعالم الصورة المبهرة للوحدة الوطنية بمصر بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى قدسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للبابا توادرس بخالص التهاني وأطيب التمنيات دعيا الله أن يشمل برعايته البلاد في ظل قيادة الرئيس السيسي لتظل مصر دائما رمزا للحضارة ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه من قيم الأديان السماوية الجليلة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأعرب مدبولي خلال البرقية للبابا توادرس ولجميع الإخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على البابا توادرس بموفور الصحة ودوان التوفيق وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمني والسلام قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائما يضعون وحدة مصر وأمنها القومي نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضرس الثاني داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار من جانبه قدم قداسة البابا تواضرس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة مؤكدا على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائيات التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وباطريارك الكرازة المرقصية والإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما ذكر المتحدث العسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة هنأت أيضا القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنين من الله أن يعيده على أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات هنأ وزير الداخلية محمود توفيق البابا تواضرس بابا الأسكندرية وباطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما هنأ وزير الداخلية كل من الأنبى إبراهيم إسحاق باطريارك الأقباط الكاسوليك والقصة أندريزاكي رئيس طائفة الإنجلية بالإضافة إلى القادة والضباط والعملين المدنيين والأمناء ورقال الشرطة من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هنأ الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وباطريارك الكرازة المرقصية جاء ذلك خلال ترأس الطيب لوفد الأزهر في زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين داعين الله أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة وأن يرفع الله فيها الوباء والبلاء من جانبه رحب البابا تواضرس بالإمام الأكبر ووفد الأزهر الشريف معربا عن سعادته بتحديد أواصر المحبة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة الأمر الذي يعكس متانة هذه العلاقات وقوتها كما هنأ مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علام هنأ البابا تواضرس أساني والإخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد جاء ذلك خلال زيارة مفتي الجمهورية إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد علام أن التجربة المصرية في العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى في مثل هذه المناسبات التي يحرص المصريون جميعا على التشارك فيها وأشار مفتي الجمهورية إلا أن جماعات التطرف والإرهاب حاولت مرارا شق الصف المصري ببس الفتنة إلا أن وعي الشعب المصري وتماسكه وترابطه جعل ذلك الأمر المستحيل استقبل رئيس الطائفة الإنجلية القص أنريا زاكي البطريارك إبراهيم إصحاق بطريارك الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد ورحب رئيس الطائفة الإنجلية بزيارة الأنبى إبراهيم إصحاق والوفد المرافق له باعتبرا أن هذه المناسبة والزيارات المتكررة تؤكد عمق روابط المحبة الحقيقية في إطار حرس القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفاقدية للكليات الحربية رافقه خلالها الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفاقدية للكلية الحربية فجر اليوم رافقه خلالها الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وشهد خلال الزيارة عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرنات الكفاءة البدنية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية مقدما التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج ضباط المقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاطقهم كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروسفيت أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع الحق هو رفيق في دربنا ولمشي بروق الحق في سبابها نحن الشهادة تخدمت لنا ونحن في انتصارها بكل اشتيام الحق هو رفيق في دربنا ولمشي بروق الحق في سبابها نحن الشهادة وشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات وعوصهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن قامت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي وذكر المتحدث العسكري أن الفعاليات تضمنت تنظيم زيارات لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات القومية العملاقة وعدد من الوحدات العسكرية بالإضافة إلى زيارة معرض إيدكس 2021 وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بن سويف لمصاب العمليات الحربية على جانب آخر تم تنظيم الندوة التفقيفية السابعة والعشرين والندوة السادسة عن الثقافة الرقمية في ظل أزمة كورونا وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية تلقى وزير الخارجية سامح شكري تصالا هاتفيا من نظير الإسباني خسيم عنويل حيث تناول العلاقات السنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفية أبرز أوجه العلاقات السنائية ومجالات التعاون والدفع قدما بها لأفاق الأرحب وموصلة السير قدما في مسار تعزيز ودعم شات جوانب التعاون كما تطرق شكري ونظيره الإسباني إلى أهم القضايا الخاصة بالمنطقة والملفات ذات الأولوية والاهتمام بين البلدين حيث تم تبادل وجهة النظر والرؤى في هذا الخصوص والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حلحلة الأزمات واستدباب الاستقرار في سأر أرجاء المنطقة مع تأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي في شات القضايا على النحو الذي يسهم في تعزيز التنسيق بين مصر وإسبانيا شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شدد على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية وأكد البرهان أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة وجاء ذلك خلال لقائه القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السيد براين شوكان وجدد البرهان خلال اللقاء حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين التقى رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكار بريتس وذلك في إطار تشاور المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في السودان بحث اللقاء الوضع السياسي الراهن بالبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه كما استمع رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء إلى رؤية رئيس مجلس السيادة السوداني حول الأوضاع الراهنة بالبلاد كما أطلعه على رؤية الأمم المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية حيث اتفق الجانبان على ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية والإسراء بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا لعبدالله حمدوك إلى لبنان حيث أكد رئيس الوزراء نجيم ميقاطي أن مثابرة الجيش على القيام بعمله في حفظ الأمن والاستقرار والسلم في لبنان رغم ظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية أسوة بجميع اللبنانيين يثبت أن الولاء الوطنية لدى أبناء الجيش هو الأساس وهذا ما يشكل ضمانة بأن الوطن سيبقى بخير مهما وجهته من صعوبات وخلال استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في الصراع الحكومي جدد ميقاطي دعمه للجيش لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وقال إن الجيش سيبقى حصن الدفاع الأول عن لبنان والمؤسسة الأولى التي تمثل الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين نشرتنا متواصلة معكم وفيها الحكومة الهندية تفرض حظر التجوال في عطلة الأسبوع بالعاصمة نيودالهي لمكافحة فيروس كورونا أعلنت الحكومة المحلية في العاصمة الهندية نيودالهي فرد قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا من بينها حظر تجوال خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والعمل من المنزل للمكاتب الحكومية يأتي ذلك بعد تسجيل زيادة جديدة في الإصابات الناجمة جزئيا عن المتحور أوميكرون كما أعلنت السلطات في العاصمة الهندية أن جميع المسؤولين الحكومين فيما عدا أولئك المسؤولين عن خدمات أساسية سيعملون من المنزل بالإضافة إلى أن 50% من قوة عمل المكاتب الخاصة ستعمل من المنزل أيضا قال رئيس الوزراء البريطاني باري جونسون بأن 60% من الذين دخلوا إلى المستشفيات في بريطانيا لم يحصلوا على اللقاح وأضاف جونسون أن بريطانيا بها 9 ملايين شخص لم يحصلوا بعد على الجرعات المعززة من اللقاح وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن جيش بلاده سيقدم دعما للمستشفيات التي تعاني من ضغط بسبب كورونا مضيفا أنه متأكد من أن أوميكرون أخف من السلالات السابقة يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا حوالي 218 724 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وفق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يهدف مشروع القانون إلى دعم الأطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باستهداثه وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة موسيقى استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعية في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس وأضم جدول أعمال الجلسة تسعة طلبات مناقشة عامة حيث تمت الموافقة على تفوير مكتب المجلس لتحديد موعد للمناقشة لكل طلب من الطلبات مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتكون في موعد واحد وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة وخلال كلمتها بالجلسة العامة أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من أربعين عاما مما يستوجب تشريعا جديدا يواكب كافة التغيرات ومتصبوا إليه الدولة من تحقيق التنمية المستدامة القانون زي ما بقول لحضراتكم بيضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية اللي بتعكس بشكل أساسي لاستحققات الدستورية لدستور 2014 والتطورات اللي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة لها منها فكر الاستدامة العالم كله نهاردة بيتكلم عليه للحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة فكر التنوع قضية المرونة النهاردة وقضية التنمية المتوازنة وقضية المشاركة والانفتاح على العالم لأن ده نهاردة مفيش دولة المصرية هي جزء من العالم وبالتالي قضية الانفتاح على العالم وتشجيع الابتكار من القضايا المهم وخلال الجلسة تمت الموافقة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة من حيث المبدأ كما تم فتح المناقشات لمواد القانون والتي شهدت الموافقة حتى المادة الخامسة بالنسبة لمواد الإصدار وبالنسبة للمواد الموضوعية فقد تمت الموافقة حتى المادة الرابعة بينما تمت مناقشة المادة الخامسة ولم يتم الموافقة عليها هذا القانون من القوانين المهمة التي تنظم عمل الدولة خاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب باعتناق فكر التلمية المستدامة التي أطلقها فخامة الرئيس في 2016-2030 تتطلب جهود كبيرة جدا من الحكومة لإجراء تنسيقات اللازمة مع كافة الوزرات والجهات فيما يخص موضوع التخطيط نوع راعي للحفاظ الأمثل على موازنة الدولة خاصة في المشروعات الموجودة في محافظات الجمهورية المختلفة والقانون يتصق مع قانون المالية العامة وعدد من القوانين الأخرى ويمهد للامركزية في المحافظات ولذلك أوافق من حيث المبدأ على القانون ويواصل مجلس النواب غدا جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين لسرعة إنجازها بهدف تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن موسيقى وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية قال عدد من النواب إن قانون التخطيط العام للدولة يعكس التطور في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رؤية مصر 2030 القانون بيتماشى مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية حاليا يسعى لتحقيق رؤية الدولة في خطة تنمية المستدامة 2030 القانون يتضم العديد من المزايا منها مشاركة المواطن والقطاع الخاص في وضع الخطط نقل المسؤوليات والاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستويات الإدارية المختلفة في الحي حتى القرية وحقق التنسيق الرأسي من المستوى الوزاري حتى مستوى القرية والمدينة والمركز هذا مشروع مهم جدا ومشروع يعني يعني بيعكس التطور للدولة المصرية بتحول أن هي تسعى إليه في مسألة يعني إعادة تحديث الجهاز الإداري والمنظومة الإدارية للدولة كنا نحن نبقى من سنة سبعين ونفضل طول الفترة دي مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الموجودة وصورة مصر 20-30 فأحنا كنا بصدد أن نحن الحقيقة نطلع بهذا القانون لأنه مهم جدا في الفترة الحالية وأن كنت شايفة أن طبعا كنت أتمنى أن قانون الإدارة المحلية يكون قابل قانون التخطيط العام لأنه في تدخلات كثيرة من بينه وبين قانون الإدارة المحلية هذا القانون الخاص بالتخطيط العام للدولة أتى بمستحسنات جديدة منها التخطيط على مستوى القطاعي وهو أيضا أمر لم يكن موجود في قانون التخطيط العام القديم أيضا مستحسن آخر أتى به هذا القانون وهو موضوع المتابعة والتقارير الدورية التي ترفع من الوحدات إلى الوزارة المختصة إلى وزارة التخطيط ثم ترفعها بدورها الوزارة المختصة إلى مجلس النواب مشروع غاية في الأهمية على الدولة المصرية ممكن إحنا تكلمنا على قانون المالية الموحدة ده استكمال دي واحد أهم المحددات للدولة المصرية نعد القانون بقاله أكتر من خمسين سنة متغيرات سياسية واقتصادية كتير مرت على الدولة المصرية يعني إحنا شغالين باقتصاد السوق والقانون السابق لا يعترف باقتصاد السوق نتكلم على تنافسية في السوق نتكلم على تخطيط لا مركزي تخطيط أفقي وتخطيط رأسي نتكلم على قانون غاية في الأهمية عين إلى الدولة المصرية لمبتغيها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبالتالي كمان أهداف الجمهورية الجديدة اللي احنا بنجده إليه عام 2021 يعد عام الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الأمنة حيث استفاد أكثر من 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الأمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيا ويعد العمل على تطوير وتنمية المناطق الحضرية والحفاظ على المناطق الذات الطابعة المتميز والعمل على توفير واحتياجات ومتطلبات السكان هدفا تبنته الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد في العرض التالي مع الزميلة فاطمة خليل أهلا بكم العمل على تطوير وتنمية المناطق الحضرية والحفاظ على المناطق ذات الطابعة المميز والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان هدفا تبنته الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة عملت الدولة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية عام 2021 ومن المناطق غير المخططة في 2030 قال تقرير لمجلس الوزراء إن حوالي مليون ومائتي ألف مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها نحو 357 منطقة في 25 محفظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت نحو 63 مليار جنيه أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة مشروع بشير الخير 1 و 2 و 3 بمحافظة الإسكندرية تم خلاله إنشاء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليارات جنيه كما تم إنشاء تجمع سكني بمشروع معا بمحافظة القهرة وإنشاء 18 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3 و مشروع أهلينة 1 و 2 بإنما تم إنشاء أربعة ألاف وتسمائة وحدة سكنية خلال مشروع المحروصة 1 و 2 و تم تنفيذ مشروع زرزارة 1 و 2 و 3 بمحافظة بورسعيد وعلى صعيد المناطق غير المخططة من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق الأمنة والمناطق غير المخططة عام 2030 حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات نحو 152 ألف فدانة وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى 318 مليار جنيه علما بأنه تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بمساحة 4,616 فدانة وتقدم حوالي 460 ألف أسرة بينما يجري تطوير 79 منطقة بمساحة 6,941 فدانة وتقدم حوالي 690 ألف أسرة وبالنسبة للأسواق غير الآمنة فقد وصل إجمالي عدد تلك الأسواق إلى 1105 أسواق وتشمل أكثر من 306 ألاف وحدة بيع وتبلغ تكلفة تطويرها نحو 44 مليار جنيه علما بأنه تم تطوير 20 سوقا يشمل نحو 3033 وحدة بينما يجري تطوير 20 سوقا يشمل نحو 3171 وحدة تقرير للبنك الدولي صنف مصر في مؤشر سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر حيث أكد أنها الأقل إقلميا ومن أقل 13 دولة عالميا كما أكد صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية تتبنى برامج حماية ابتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا كان هذا استعراضا لأهم جهود الدولة ومسعيها الدقوبة لتحقيق التنمية الحضرية وتطويرها للمناطق غير الأمنى لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن كنت لما بامشي وأشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بأحلم بأحلم أن ده يتغير كنت أقول لو أنا معايا أموال خاصة بي يا رب أنا حغير كلام يعني 100 مليار أكفاية أو لا أو كده فكان اللي يسمعني يقول لي أنت بتحلم ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده والآن ما هو قادم في نشراتنا أخبار الاقتصاد يستعرضها لنا رجائي رمزي إليك رجائي شكرك محمد شكرك مشاهدين أخبار المال والأعمال نستعرضها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أهلا بكم قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعداد دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية ما بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدى دول غرب أفريقيا الإيكواس وأشار المركز إلى أن تلمية العلاقات التجارية ما بين مصر وأفريقيا تقتسب أهمية متزايدة لما لها من أبعاد اقتصادية واسياسية حيث تمثل أفريقيا إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية كما تمتاز بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إليها على المستوى السياسي تعدوا الإعلاقات الخاصة بالتبادل التجاري المشتركة إحدى السبل المطروحة أمام مصر لاكتساب القوة الناعمة داخل القارة الإفريقية موسيقى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصدير شحنات فاسدة من البصر الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتيريا الإيكولاي وأكد المركز على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر أيضا مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية مؤكدا أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لم تتلقى أي ملاحظات أو إختارات خاصة برفض البصل الأخضر من أي دولة من دول العالم ترأس وزير البترول وثروة البعدنية طارق الملة اجتماع شركة الشرق لوسط لتكرير البترول ميدور حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة طاقة الانتاجية لمصفات تكرير ميدور بالأسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% تبلغ كل فتاة الاستثمارية مليارين واربعمائة مليون دولار تم خلال الاجتماع استعراض المساهمات المجتمعية للشركة ميدور حيث بلغ إجمالي ما تم التبرع به خلال عام 2021 نحو 15 مليون وخمسمائة ألف جنيه ذلك للمساهمة في دعم وتطوير المناطق المحيطة بالشركة قامت وزارة الكهرباء بتوقيع بروتوكول تعاون لتاحة وأحدث وسائل الدفع الإلكتروني وتوريد أحدث ماكينات السداد التي تعمل بنظام الأندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة يهدف البروتوكول إلى تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكتروني وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن تيسير التعامل ما بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء يبلغ عدد هذه الماكينات سبعة ألاف وتسعمائة ماكينة يتم توريدها على مراحل البداية توريد ألف ومائتي ماكينة خلال النصف الأول من العام الجاري ونتحول بكم مشاهدين إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري نبدأها بالدولار الأمريكي الذي سجل خمسة عشر جنيها وستة وستين قرشا للشراء مقابل خمسة عشر جنيها خمسة وستين قرشا للبيع أما اليورو مسجلا سبعة عشر جنيها ستة وستين قرشا للشراء مقابل سبعة عشر جنيها ثمانية وسبعين قرشا للبيع حين وصل الجنيه الاسترليني الى 21 جنيه 11 قرشا للشراء مقابل 21 جنيه 25 قرشا للبيع هذا فيما لوصل بيئة العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصريين نتحول الى العملات العربية ندعوها بيئة درهم الاماراتية الذي بلغ 4 جنيه 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 29 قرشا للبيع حين يسجل الريال السعودي 4 جنيه 16 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 19 قرشا للبيع الى اسواق المعادن النفيس حيث وشهدت اسعار ذهب في البرصات العالمية ارتفاعا ليصل الى 1808 دولارات للأوقية الواحدة على اصعيد المحلي يسجل الذهب بعيار 18 نحو 678 جنيه للجرام فيما يسجل الذهب بعيار 21 792 جنيه للجرام فيما يسجل الذهب بعيار 24 نحو 904 جنيهات في حين وصل جنيه الذهب الى 6336 جنيه وفقت منظمة الدول المصادرة للنفط أوبك وحلفاءها ضمن تحالف أوبك بلاس على الحفاظ على مسارها في زيادة انتاج النفط بشكل متواضع اتفق ممثل تحالف أوبك بلاس على رفع المستوى الإجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برمير في اليوم لشهر فبراير المقبل اتساقا مع ما قام به المجموعة في الأشهر الماضية نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة إلى الزملاء مرة أخرى حبا حسين ومحمد عبده لاستكمال ما تبقى من هذه الجولة الإخبارية أشكرك رجل تفقد وزير الطيران المدني محمد منار مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركة في منتدى شباب العالم الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير الحالي أكد وزير الطيران المدني على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي طليق بمكانة مصر وريادتها موجها بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذي يستضيف شبابا من مختلف دول العالم مضيفا أن المنتدى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام مدينة شرم الشيخ والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة رجائي رمزي معه أخبار الرياضة شكرا هبة شكرا محمد مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابعها وأياكم في هذه الوقفة الرياضية أهلا بكم يواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض منفسات هائيات كأس الأمام الأفريقية التي تنطلق الأسبوع المقبل شاهد معسكر الفراعين ضماما مدافع الفريق أحمد حجازي لاعب اتحاد جده السعودي ولاعب الوسط محمد النني لاعب أرسنال وأيضا مصطفى محمد مهاجم جالتا سرعي التركي إلى نادي الزمالك حيث أعلن نادي عن رفض العرض المقدم من جانب نادي التعاون السعودي لضم جناح الفارس الأبيض مصطفى فتحي كان نادي السعودي قد تقدم بعرض من رسمي لضم اللاعب الدولي حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويسعى مسؤوله القلعة البيضاء لتجديد عقد اللاعب حتى لا يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة لعب منتخب تونس ونادي الزمالك سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبارات طبية وأشار الاتحاد التونسي إلى أن القوانين واللوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية حالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد تم غلقها بتاريخ الثلاثين من ديسمبر لعام 2021 إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد بإمكانية تغيير لعب بعد تاريخ الثلاثين من ديسمبر حتى في صورة إصابته بفيروس كورونا أعلن نادي الأهل إصابة المحترف الأمريكي في صفوف الفريق الأول لكرة السلة مايكل تومسون بفيروس كورونا ذلك سيغيب المحترف الأمريكي عن المشاركة مع الأهل أمام سبورتينغ السكندري في دور السبت المقبل من المقرر أن يخضع اللاعب لحجر منزلي مع اتباع البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا أعلن بريسان جومان إصابة حارس الإيطالي دونال روما بفيروس كورونا كان دونال روما قد شارك أساسيا في مباراة بريسان جومان أمام فان في دور الاثنين والثلاثين بكأس فرنسا وهي المباراة التي فاز فيها الفريق البارسي برباية نظيفة مشاهدين نهاية هذه الوقفة الرياضية عودة مجددا إلى الزملاء هبام محمد إليكم شكرا لك الرجائي أعلنت وزيرة الثقافة إنس عبدالدين زيادة أيام فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب دعما لصناعة الكتاب والنشر وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في السادس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى السابع من فبراير بدلا من السادس من فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وقالت وزيرة الثقافة إن هذه الدورة ستشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى ثلاثة عشر يوما متتالية لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض والآن مع أخبار التقس في وقفة ثالثة وأخيرة يستعرضها لنا رجاء رمزي لك مرة أخرى رجاء شكرا محمد شكرا هبا مجددا مشاهدين أخبار الأرصاد والجوية في هدية نشرة الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعة تقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقس شديد البرودة ليلا على كافة الأرحاء يصل لحد السقيع على وسط سيناء وعن الظواهر الجوية فتتكون شبور مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والواجر البحري أيضا السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشبال الصعيد هذه مشاهدين درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمخافضات ندعوها بالقاهرة العظمى فيها الثمانية عشر صغرى عشر الأسكندرية ثمانية عشر اثني عشر أما مطروح سبعة عشر أحد عشر بورسعيد تسعة عشر اثني عشر الإسماعيلية العظمى فيها تسعة عشر أما محافظة السويس العظمى فيها 18 الصغرى فيها 11 العريش 18-10 طابة 17-9 شارم الشيخ 22-14 أما الغردقة 21-13 محافظة الأقصر 21 العظمى فيها أما الصغرى 10 أسوان 23-11 الوادي الجديد 27-35-25 أخيرا حلايب 23-16 والآن مشاهديننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة